بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم نعيش مع خلق من أخلاق سيدنا مولانا رسول الله هذا الخلق هو الجود والكرم فالجود هو أهله والكرم هو أصله فالجود في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو والكرم ليس له حد فهو الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي هو الذي علمنا كيف يصبح المرء محبوبا لدى جميع الناس حتى لدى أعدائه نعم بجوده وبكرمه فالجود هو العطاء مع السؤال والكرم هو العطاء بدون سؤال هكذا كان يعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبنا كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما يأتيه رجل وهو بين جبلين يقول له يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله يسأله هذه الأغنام أعطني يا رسول الله فنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم إليه وقال له انظر إلى هذه الأغنام فنظر إليها قال هي لك فأخذها الرجل وذهب بها فأخذ ينادي في قومه يا قوم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هكذا كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالجود والكرم هو حال الأنبياء جميعا لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف يجود الإنسان بما عنده سيدنا جابر يبين لنا ذلك فيقول ما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم ذلك عن شيء وقال لا سن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله أحد عن شيء وقال لا بل كان يعطيه وهذه المرأة التي نسجت بردة أي عباءة وأرادت أن تعطيها لسيدنا رسول الله كما أخرج الإمام البخاري ذلك فجاءت إلى حبيبنا وقالت له يا رسول الله هذه هدية لك وكان سيدنا يعلمنا أنه يقبل الهدية ويرفض الصدقة فالصدقة لا تجوز فسيدنا نبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه العباءة هذه البردة ووضعها على كتفه وإذ بصحابي من صحابة سيدنا رسول الله يرى هذا المشهد يطرى ماذا فعل قال هذا الرجل يا رسول الله قال له نعم لبيك قال له أريد هذه البردة هذه العباءة فأخذ الصحابة ردوان الله عليهم ينظرون إليه ويقولون له ويتهكمون عليه لم تسأل رسول الله وأنت تعلم عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم أنهما يسؤل عن شيء وقال لا بل أعطاه انظر إلى فلسفة هذا الرجل كيف يريد هذا الرجل أن يصل من خلال جود وكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الطمع في هذا الجود قال والله ما سألته صلى الله عليه وسلم ما سألته إياها لحاجة وإنما سألته لكي أكفن فيها بعد موتي لأنها لمست جسده الشريف الطاهر الزكي هذه البردة لمست جسد سيدنا ومولانا رسول الله فأراد الرجل أن توضع على جسده وعلى كتفه حتى يؤمن أيها سادة الأماجد الكرم والجود سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان لا بد أن يكون من أهل الإنفاق فلذلك يقول فيما يرويه عن رب العزة يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفر الله إن الله غفور رحيم أمنا عائشة أرضي الله عنها وأرضاها الحصان الشريفة العفيفة الطاهرة الزكية النقية الصوامة القوامة الأواها الصديقة ونت الصديق ذبحت شاه ذات يوم وقامت بتوذيعها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي منها يا عائشة قالت له يا رسول الله لم يبق منها إلا كتفها وهنا يصدر بيانه المحمدي العاجل في مسمع الزمان وعبر المكان فيقول الحبيب بل بقيت كلها غير كتفها هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصبح المرء محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس وهو القائل السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علوم سيدنا رسول الله وأن يفض علينا من أنوار سيدنا رسول الله وأن يجعلنا من أهل الجود والكرم كما أمرنا وكما بيّن لنا حبيبنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة